شباب معكم توني نصر الله فيديو جديد على كناتي على اليوتيوب learn civil 3d by توني نصر الله في هذا الفيديو بدي أشرح كيف نقدر نفتحه نعمل import لفايل kml file نقدر نفتحه بال civil 3d شو يعني kml file kml file هو فور ما معين بقدر أنا أحصل عليه من خلال الجوجل earth يعني أنا فين أعمل draw pass على الجوجل earth برسم خط على الجوجل earth برسم line برسم polyline بسايفو بعطيه أنا save as kml format هيدا ال kml format بيجي بفتحه بال civil 3d هيدا مستعمالة بيكزا حالات طيب معنا ونضطر نستعمل kml حالة من هالحالات لأعطيكم نصل خلينا فوت أنا ويكون على الجوجل earth هيدا الجوجل earth هون أنا راح إله أروح على لبانون عظيم وراح إجي على منطقة أنا اللي أطول بشو عنها لأنه حافظها صرت لأنه أنا ربيان فيها هي منطقة بيوت حسنا أجو قالولي لسبب ما أجو قالولي أنه عنا نحنا حالة من هالحالات خلينا أنا بس لأطفي ها وديلكام شغل مبينين عندي هيدا خلينا حالة من هالحالات قللنا أنه نحنا نطلب مني قالولي في خط مجرير خط سويت جلعي قاطع عشوائيا بمنطقة معينة نحن نعرف بأي عيقارية عميقة شو يعني يعني في هيدا الخط اللي هو هون هيدا السويت جلعي ممدود عشوائيا منه مراعي يعني أكيد قاطع بكذا عيقار بدون يعرفوا بأي عيقار عميقة ما بدون يعني أنه أنزع على الأرض أو مستعجليين أو لا سبب من الأسباب كيف نحن نعرف هيدا الخط كيف هم يقدر بأي عيقارية عميقة 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 كل اللي بفينا عملونا أنا بيجي إلى هوني بيقبص على الدروب على الاد باس هوني بسميه سيور لاتساي بعطيه لون الأحمر وبجي بعمل بيك على أول خط محما مبين معي بعمل بيك على هيدا الخط لهون بعمل بيك لهون يعني أنا برسنت فوق هيدا الخط القاطع معنا هيك لهون 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 بيجي لهك لهون لهون هيدا الخط قاطع معنا مثل ما هو هيك قاطع نحنا عملني وبعمل اوكي أنا هلا هون هيدا صار عندي بقبل جوجل أرس بدي أعمل له save as kml لقدر افتحه بال civil 3d اوكي يا شباب بعمل right click بقل له save place as بجي بقل له أنا بدي سميه sewage والك الفورما انتبهه مش kmz kml اوكي ورح سايفه ورح عمل له replace أنا وردي أنا كتب محضره قبل صار عندي الفايل هيدا بفورما kml على desktop بسكر أنا google earth بيجي على cypress review طيب قبل ما اعمل import للك ml في شغلة ضرورة يبدأ حكي عمو أنا عم بياخد شي من جوجل earth عم بياخده على cypress cypress 3d يعني فيه coordinate system معين طبع ال cypress 3d هو غير صاري طبع الجوجل earth غير طبع ال cypress 3d cypress 3d عم نشتغل نحن احنا اكس جراج اذا كلمده فيه او utm او whatever كانت هو بيشتغل utm فأنا بدي ضبط drawing settings coordinate system على AutoCAD لقدر يفهم ال kml file بالcoordinate طب هلو ومظبوطة بس ينزل عندي دروينج طبع انا شو بعميد بيجي هوني على setting بقلب tool space على ال name اللي اسمه الفايل انا طبعي دروينج اسمه بيقوت بكبص رايت يكليك عليه بقوله edit drawing setting بدي ضبط له coordinate system انا بال عيدة اذا مش حطين له coordinate system بيكون معي هوني مكتوب no datum no projection طبع انا بيجي لهوني على categories بنزع على الاخير عندي شي اسمه Lebanon viral فخوري هذا زمان نراف خوري هو اللي عامل فانا هلا كمان بيسندوق الوصف بالدسكريبشن بحط لكم اللينك وبقال لكم كيف تعملون لون copy وتنزلون عندكم بقلب السابر سريد اللي هتقدروا تصير وتستعمل فازا عملت setting انا لل coordinate system وبقال له انا او هلا صار فيني يجيب الكائع مع الفايل كيف بده يجيب الكائع مع الفايل بكماند واحدة بسيطة وسهلة اللي هي underscore map import تبهتولا underscore map import وبقال له انا فتح لي قال لي import location انا تجيبها انت ايدي انا حاططها على ال desktop بتأكد الفرما هي كام قال له عم نبش عليه هون وبنزل بنبش نحنا سمينا الفايل سور لك وهان هدا هو السور بعمل له اوكي فتح لي هدا الويندو عم يقال لي انت عم تستعمل stereo viral وهون كل ما بتطلع فيه بس بيجي بتطلع على اللير المقول لكم نازل فيها هو الفايل ونازل الفايل بالدروبنج يعني الكامل نازل بلاير اسمه place mark قال له انا اوكي processing object ونزل قال له انا انا مغير له لونه نحنا حتى نقشعه كيف نزل بيجي على اللير بيجي على place mark يعني لير اسمه place mark وبغيره للون بعطيه لون ازرع متل ما انا اعطيه هون فاز هم بيان معي هو وين نزل خط السواج لك وين هو نزل هون فعنا صار فين اللون فين اللون صار عم يقطع بالعيار رقم 200 واربعة وبالعيار 200 وسبعة والعيار 200 وستة هاك كنت علمونا كيف نقدر نعمل import لكاية مع الفايل نقدر نفتحه بال فين نستعملوا لك كزا طريقة يعني هادا حل من الحلول لشو بعوز الكاية مع الفايل بجهوز تكون عندي حفرية هم تطلعوا انا بدي اعرف الحفرية على اي اي ار بفتح لجوجل ارس بعمل باست حوالي الحفرية بعملنا import على ال بشوفه وين اجيت على اي اي ار وبعرف ما هيدر حفرية لأي اي ار طيب يا شبيب هلا انا الكوردينات دولكم لانه هون فيه نشوفه نجي نحن على الس بالس في شيئя عندي اسمه من اليوزر بجي على يوزر من اليوزر بجي على الاب داتا من الاب داتا بجي على اللوكل من اللوكل بجي على على الاطو داسك بالاوتو داسك بجي على يوزر جىو سباسيال كوردينات سيستام بعمل الرايت كليك بلو بيست اقول له replace the file and the destination انا بتكون اعمل له نقبي الفايل هو رح يكون عبارة عن zip file zip folder تعاملو له unzip تعاملو copy للي بقلبه بتجو بتعملوه un paste on يا شباب ان شاء الله كون استفدتم من هيدا الفيديو كان كتير سريع وكتير مفيد اشوفكم فيديو جديد ازا الله رد اشتركوا في القناة